حكايتنا النهاردة عن الفنانة الجميلة الرحلة هالة فؤاد وأسباب اعتذالها الفن وارتداءها الحجاب ووصيتها التي لم تنفذ لو عايزين تعرفوا تفاصيل الحكاية تابعوا معانا الفيديو للنهاية هالة أحمد فؤاد ابنة المخرج أحمد فؤاد اتولدت يوم 26 مارس عام 1958 اول ظهور لها كان في فيلم العاشقة عام 1960 وقتها كان عندها سنتين وأبوها كان مساعد مخرج في فيلم العاشقة وأخدها وهي طفلة علشان تمثل في الفيلم وشاركت فتفولتها في عدة أفلام وبعد انتهاءها من السنوية العامة أبوها عرض عليها أن هي تدخل معهد السينما علشان تكون درسة الفن لكن هي رفضت وقتافت بموهبتها وقررت ان هي تدخل كلية التجارة اتخرجت هالة فؤاد من كلية التجارة عام 1979 وقتها أبوها قرر ان هي تعتمد على نفسها في التمثيل وما يشاركهاش في أي عمل يخرجه وان هي لازم تعتمد على نفسها وتشتغل مع مخرجين تانين وقتها هالة وفقت على رأيه أبوها وبالفعل عملت عدة أفلام مع مخرجين تانين من أهم الأعمال اللي كانت بتشارك فيها هالة فؤاد فيلم ميني جنن مين سجد بلا قطبان السادة الرجال حارة الجهري وقدمت فوزير المناسبات وتعرف عن هالة فؤاد ان هي كانت كريمة جدا خصوصا مع العمال اللي كانوا داخل اللوستوديو كانت بتطلب ليهم الأكل اللي الفنانين بيكلوه وكانت بترفض ان هما يكلوا فول وطعمية تقول ان هما زيهم زي النجوم لازم يكلوا لحوم زيهم زي النجوم القبار شاركت الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين ونشأتنا بينهم قصة حب وتزوجه عن 1983 وعمل لها الفنان أحمد زكي ظفاف أسطوري وأنجبت ابنها الراحل هيسم أحمد زكي ونشأت المشاكل ما بينهم بسبب طلب أحمد زكي ان هي تعتزل الفن عشان تتفرغ لابنها والبيت لانه كان بيغير عليها لكن هي رفضت اعتزال الفن وبدأت المشاكل تزيد ما بينهم وتم الطلاق وفي عام 1990 تزواجت هالة فؤاد من رجل الأعمال والخبير السياحي عز الدين بركات ودي كانت صدمة كبيرة جدا للفنان الراحل أحمد زكي لأنه كان بيحبها بجنون لدرجة أنه هو فكر في الانتحار واللي أنقاذه من الانتحار صديقه ممدوح وفي وأنجبت هالة فؤاد ابنها رومي من رجل الأعمال لعز الدين بركات لكن للأسف الولادة كانت متعسيرة جدا لدرجة أنه هي أصيبت بعدة جلطات بعد الولادة بعد إصابة هالة فؤاد بعدة جلطات متفرقة في جسمها ومن أشد الإجلطات اللي صيبت لها إصابتها بجلطة في رجليها اليمين بعد ما خفت أصيبت بجلطة أشد منها في رجليها الشمال بدأت تراجع نفسها مع علاقتها مع ربنا وبدأت تحس أن هي مقصرة في حق الله وقررت الاعتذاء للفن نهائيا والتفرع لشؤون البيت وتربية هيسم ابنها من الفنان أحمد زكي ورومي ابنها من رجل الأعمال لعز الدين بركات واعتزلت الفن نهائيا وارتدت الحجاب وقدت فريدة الحج وكانت ملتزمة بدروس الدين مع الفنانة شمس البرودي وفي عام 1952 أصيبت بسرطان السادي وسفرت لفرنسا للعلاج وتم شفاها ولكن بعد رجعها إلى مصر رجع لها مرض السرطان مرة أخرى بعد معاودة مرض السرطان للفنانة هالة فؤاد مرة أخرى بدأت تهاجمها عدة جلطات مرة أخرى وبدأت تعاني من غيبوبة متقطعة وأثناء غيبوبة المتقطعة فائت وأوسط الفنانة شمس البرودي إن بعد وفتها ولدها الاتنين رامي وهيسم يتربوا مع بعض وتوافت الفنانة هالة فؤاد يوم عشر مايو عام 1993 ولم تنفذ وصيتها لأن زوجها عز الدين بركات تسافر خارج مصر وأخذ معاه ابنه رامي وابنها هيسم اتربه مع والدتها وبعد وفاة والدتها استكمل تربيته والده الفنان الراحل أحمد زكي رحمة الله تعالى على الفنانة الكبيرة هالة فؤاد ترجمة نانسي قنقر